درسنا الثالث في هذه المحاضرة عن السؤال عن المهنة كيف نسأل أي شخص عن مهنته أو عن وظيفته؟ زي ما تعودت وعرفت أن اللغة الإيطالية فيها صيغة إنفرمالة وصيغة فرمالة إنفرمالة غير رسمي وفرمالة الرسمي ماذا تعمل؟ كي لفورو فاي ماذا تعمل؟ كي لفورو فاي ماذا تعمل؟ كي لفورو فاي ماذا تعمل؟ الأولى كي لفورو فاي بالصيغة غير الرسمية كي لفورو فاي بالصيغة الرسمية الجواب يكون كالآتي نستخدم الفرب أسري نقول sono يعني كأن نقول أنا أكون أو أنا وبعدها اسم الوظيفة مثال sono impiegato أنا موظف sono impiegata أنا موظفة sono impiegato sono impiegata أنا موظف أو أنا موظفة أو لو كان شخص عاطل عن العمل sono disoccupato أنا عاطل عن العمل أو sono disoccupata أنا عاطلة عن العمل نستخدم sono وبعدها اسم الوظيفة تقدروا تكتبولي أسفل هذا الفيديو كل شخص منكم شن وظيفتها علشان نكتبها لكم في التعليقات وكل شخص يكون يعرف يعرف عن نفسه أو يعرف بنفسه باستخدام اللغة الإيطالية تعلمتوا كيف تقول الاسم وكيف تحكوا عن العمر وعن العائلة والآن هتعرفوا على طريقة الرد على السؤال الخاص بالعمل أو كيف تحكوا عن وظيفتكم هذا ختم درسنا الأخير في هذه المحاضرة نلتغي بذن الله في المحاضرة القادمة ألم أن أفكر أنا إليست أنا أمعم أصfore السؤال أنا إليست أنا أمعم أنا أدريست perché يعمل أنا أ unusual أعمل أمعم أنا أمعم أنا أه writers sono disoccupato sono disoccupata